موسيقى من الميادين نشط مفصلة للأنباء لاستهلها بالعناوية موسيقى تظاهرات إسرائيلية جديدة ضد نتنياهو في تل أبيب والتقارير عن أكبر انخفاض في اتحاق جنود الاحتياط بالجيش والتحذيرات من ضرر سياسته على قدرة المواجهة موسيقى في محاولة لإفشال معركتهم الاحتلال يعزل قيادي الحركة الأسيرة المضربين عن الطعام والأسرى يؤكدون مضيهم في إضراب الحرية أو الشهادة غدا رغم الضغوط والتعديات موسيقى للمرة الثانية في أسبوعين اعتداء جوي إسرائيلي على مطار حلب الدولي يسبب أضرار مادية موسيقى الرئيس الصيني اختتم زيارته لموسكو بعد قمة مع بوتين أكدت تعميق التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة موسكو تحذر لندن خطط نقل اليورانيوم لكييف يدفع أو تدفع الصراع إلى مرحلة جديدة موسيقى الشرطة الفرنسية تقمع المتظاهرين وتشن حملة اعتقالات ضدهم وتعديل نظام التقاعد أمام المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانون النافذة موسيقى الرئيس الكبيل الميادين متمسكون بدعم فلسطين والدفاع عنها وبالحركات التحررية وبينها حزب الله الذي اتدافع عن استقلال وسيادة بلاده وشعبها موسيقى أهلا بكم تتفاقم الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية وفي هذه الأثناء يتظاهر المئات من الإسرائيليين أمام مؤتمر كان من المقرر أن يشارك فيه رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لكنه ألغى هذه المشاركة بحسب ما ذكرت وسائل العلام الإسرائيلية التي لم يحدد ما أو التي لم تحدد ما إذا كان هذا الإلغاء أو إلغاء المشاركة مرتبطا بالتظاهرات وكانت وسائل العلام الإسرائيلية قد نقلت اعترافات داخل الجيش الإسرائيلي تؤكد تسجيلا خفاض مقلق هو الأكبر في السنوات الأخيرة في التحق جنود احتياط بوحدات المشات بحسبها أردس وكان جنود إسرائيليون في الاحتياط قد تعهدوا بعدم الحضور إلى الخدمة العسكرية لما يرون أنه تغيير وشيك في النظام رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو كان قد تعهد وحلفائه في الاعتلاف بالمضي قدما في التغييرات القانونية على الرغم من التظاهرات الأسبوعية نتنياهو الذي زار مركزا للتجنيد العسكري في وسط إسرائيل قال للمجندين الجدد لا يوجد بلد من دون جيش إنه يوم صعب جدا نريد أن نخوض معركتنا ضد الحكومة منذ 11 أسبوعا ونحن في الشارع وحكومتنا تريد سلطة غير محدودة لتولي المحكمة الخط الأحمر قريب جدا أنا نفسي سأتوقف عن التطوع بمجرد أن تصبح هذه القواعد حقيقة في هذه الأثناء تبنت لجنة الدستور في الكنيست مشروع قانون يمنع أي شخص في النظام القضائي بما في ذلك المدعي العام من إعلان عدم أهلية بن يمين نتنياهو لمنصبه رئيسا للوزراء ومن المقرر طرح المشروع للتصويت الثاني والثالث وهو جزء رئيسي من خطة نتنياهو للتعديلات القضائية وهو ينطل على عدم إمكانية إعلان عدم صلاحية رئيس الوزراء للمنصب إلا لأسباب صحية ومن دون مراجعة قضائية لمثل هذه القرارة ذكرت وسائل علامة الإسرائيلية أن معهد أبحاث الأمن القومي وجه ما سمته انذارا استراتيجيا يتضمن تحذيرا شديدا وبحسب موقع إسرائيل هايوم فإن هذا الانذار نشره معهد أبحاث الأمن القومي ويقضي بأن تغييرات القضائية ستلحق الضرر بالجيش الإسرائيلي وبقدرة إسرائيل على مواجهة أعدائها وجاء في الوثيقة أن إسرائيل أمام تضافر تهديدات خطيرة على أمنها القومي منها وضعها الاقتصادي والشروخ التي تتسع في العلاقات مع الولايات المتحدة وللمزيد حول أزمة إسرائيل ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام أهلا ومرحبا بك إذن نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بالتزامن مع التظاهرات هل باتت هذه التحركات التي تتكرر تقيد حركة رئيس الحكومة؟ وإلى متى من الممكن أن تصمد حكومة نتنياهو؟ صباح الخير ألا في الحقيقة نتنياهو لا يستطيع إدارة الحكومة ويدير أزمة الآن إدارة الأزمة سيئة جدا تؤدي إلى خلق أزمات كلما تحدث في موضوع انفجرة أزمة في مكان ما فهي تكبر ولا تصغر هي تتدهور ولا تتكت ولا تستقر أما الخطورة في الأمر أن جنرالات الجيش وقادة الأجهزة الذين يعتبرون رمزية كبيرة بالنسبة للإسرائيليين خصوصا باستخبارات الشباك السايبر اليوم هم يجاهرون ويقودون هذا الحراك ما يؤدي إلى أنهم أصلا من ناحية الكفاءات ومن ناحية الرتبة كوزراء سابقين وقادة أجهزة هم يعرفون معلومات أكثر مما يعرف الوزراء الجدد الذين جاءوا من العالم السفلي المستوطنة وبالتالي أرى بأنه الآن هناك حكومة مشلولة تستغل وجود الغالبية العنصرية في الكنيسة تمر القوانين هذا يؤدي إلى مزيد من ردود الفعل ومزيد من الاسيان العسكري والسياسي والإعلامي وشاهدنا في الأيام الماضية تصريحات ما كنا أبدا نتوقع أنه نسمعها مثل صحفية كبيرة قالت لا ننصح أولادي بالبقاء والعيش في إسرائيل هناك من يتحدث عن حرب أهلية هناك من يتحدث عن فقدان الحكومة لشرعية بقاءه نصر رفض جنود الاحتياطة للتحاق بالخدمة اليوم بات يسجل أرقاماً وصفت بالمقلقة وفق هاء رتس بالإضافة إلى تحذيرات شديدة من عدم القدرة على مواجهة الأعداء وذلك نقلاً عن معهد أبحاث الأمن القومي هل من إجراءات تتخذ للحد من هذه التأثيرات هو في الحقيقة نتنياهو قدم نفسه أنصاره قدمه أنصاره الغوغة قدمه على أنه الملك وبدأوا يكتبون في الصحافة منذ سنوات الملك نتنياهو أي أنه لن يشكل حكومة غيره لكن واضح تماماً أنه رسالة الجيل الجديد من الإسرائيليين أن ملكة الملكات وأميرة الأميرات هي الديمقراطية الداخلية وهم مستعدون للقتال من أجلها واكتشف أن ملكه مزيف وأن حكومته قد تسقط بالمناسبة هذا احتمال وارد أكثر من 50% أن الحكومة تسقط في أي لحظة إذا كان السؤال هل يمكن لنتنياهو حكومة تطويق الأحداث أنا أقول لها أنها تتسع أكثر وأكثر والأزمة عميقة لدرجة أن الرئيس بايدن تدخل واتصل وقال لنتنياهو في حياتي لم أرى إسرائيل تعيش أزمة آخر نقطة على كتاب الصباح اليوم كتبوا منذ يوم الغفران لم نشهد مثل هذه الأحداث المقصود حرب الثلاثة وسبعين المقصود تلك الحرب التي لم تنتصر فيها إسرائيل ناصر اللحام مدير مكتب الميدين في فلسطين المحتلة كل الشكر لك على خط موازن صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على الغايب نود في قانون الانفصال الوحدي الجانب من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد ثمانية عشر عاما على إقراره ويهدف التعديل إلى الغايب نود في القانون كانت تحضر على المستوطنين دخول نطاق أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت قد أخليت عام 2005 إلى ذلك استدعت الخارجية الأمريكية السفيرة الإسرائيلي لدائها للاستفسار عن هذا القانون ونقلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان قلق واشنطن من تشريع الكنيسة الذي يلغي جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005 بما في ذلك حضر إنشاء المستوطنات في شمال الضفة ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية خطوة استدعاء السفير بأنها غير مألوفة وبأن المحادثة كانت لتوبيخ السفير الإسرائيلي وجرى خلالها بحث امتناع جميع الأطراف عن خطوات أو أقوال قد تزيد من تأجهيج التوتر خلال شهر رمضان وعيد الفصح وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد قال إن واشنطن منزعجة للغاية من تحرك للكنيست يمهد طريقة لمستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة ووصف الخطوة بأنها استفزازية وذات نتائج عكسية جرى بناء ما لا يقل عن بؤرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي في تلك المنطقة وهي حميش أرض فلسطينية خاصة وما يثير القلق أكثر هو أن مثل هذا التشريع جرى تمريره بأغلبية 61 صوتا فقط من الأعضاء المائة والعشرين إن الحد من التصعيد والحد من العنف في مصلحة جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل التي نحثها بشدة على الامتناع عن استماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق شارون والحكومة الحالية تجاه الولايات المتحدة إلى فلسطين المحتلة حيث عمدت قوات الاحتلال فجر اليوم إلى نقل عدد من قيادي الحركة الأسيرة الذين افتتحوا أمس الاضربة عن الطعام على أن يليهم غدا ألفاء أسير في سجون الاحتلال ضمن المعركة التي اطلقوا عليها عنوان بركان الحرية أو الشهادة وقد قام الاحتلال بنقل القياديين بالإضافة لعميد الأسرة محمد الطوص فجر اليوم إلى ماكن مجهولة وعزلهم وأكدت الحركة الأسيرة أن حملة التنقلات التعسفية لن تثني الجموع المتاهبة من الأسرة في كل قلاعهم عن الدخول في هذه المعركة التي فرضت عليهم وأكدت الحركة الأسيرة أنها لن تتراجع إلا بعد تحقيق كامل الأهداف مؤكدة أن مرحلة ما بعد نقل الأسرة إلى مكان مجهول ليست كما قبلها ورأت أن نقل وعزل الأسرة هدفه تشتيت مواقف الحركة وفصلها عن باقي الأسرة في محاولة لإفشال خطوة الإضراب ودعماً وإسناداً للأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال شهدت مراكز مدن الضفة الغربية وقفات متزامنة وجاءت الوقفات استجابة لنداء لجنة الطوارئ العليا نصرة للأسرة مع اقتراب إضرابهم المفتوح عن الطعام ونظمت وقفة مركزية في ميدان المنارة وسط راملغة رفعت خلالها صور الأسرة ولافتات مناددة بسياسة القمعية الإسرائيلية وفي غزة حملت لجنة الأسرة في القوى الوطنية والإسلامية لاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرة في السجون وخلال وقفة أمام مركز الصليب الأحمر في القطاع شددت اللجنة على أن معركة بركان الحرية والشهادة لن تنتهي إلا بانتصار الحركة الأسيرة مهما بلغت التضحيات داعين إلى حجد كل الطاقات والإمكانات لتحرير الأسرة من السجون الأسرة الآن يشرعون ويجهزون أنفسهم لهذه المعركة ونحن علينا أن نحتشد وأن نتجهز لدعمهم المتواصل في شهر الجهاد وليس فقط الصلاة والعبادة والصيام مطلوب بنا أن نحتشد في كل الساحات في كل نقاط التماس في الضفة في الخدس من أجل إجبار الاحتلال على التراجع والسماح للأسرة حتى حريتهم المطلوب من كل من يمتلك السلاح من كل من يمتلك الجرأة أن يعمل بقوة وبتخطيط لا بعشوائية من أجل تحرير أسرانا من السجون الجميع سيحتشد ضد هذه الحكومة التي تسعى للنيل من حقوق الأسرة وتسعى لتدمير شعبنا وقتله كما نرى كذلك شددت الجبهة الشعبية على ضرورة استنهاد الحالات الشعبية نصرة للحركة الأسيرة داعية إلى اعتبار أيام شهر رمضان أياما للتصعيد وممارسة الأشكال الكفاحية كافة نصرة للأسرة والقدس الجبهة وخلال مسيرة في ذكرى يوم الشهيد الجبهاوي في غزة قالت إن ما يجري من تفاهمات ولقاءات أملية هو حلقة من حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني وهدفها تصفية المقاومة هذا ودعت الجبهة السلطة إلى استخلاص الدروس والعبار والانصياع إلى حالة الإجماع الوطني في هذه المناسبة ندعو كل الشعب الفلسطيني الذي يلتف حول قضية الأسرة إلى أوسع فعاليات ممكنة من أجل انتصار لقضيتهم والتعامل معهم باعتبارهم أسرة حرية واستقلال علينا أن نوحد جهودنا في الميدان وجهودنا في المؤسسة الدولية حتى نتمكن من الانتصار لقضيتهم وحتى نتمكن من بذل الجهود لإطلاق صراحية نؤكد على مدى تمسك شعبنا الفلسطيني بإرادة فولذية بثوابتنا بشهدانا بتضحيات الشهداء لنبقى على العهد لنؤكد بأننا ماضون على طريق الشهداء والأسرة والجرهة لنؤكد على أن الشهداء الذين يرتقون بالضف المحتلة وبالقدس وهم يدافعون ويحملون رسالة شعبنا الفلسطيني بأننا ماضون على عهدهم وأن مسير العطاء سيبقى متواصلا حتى دحر الاحتلال الصهيوني وللمزيد حول ملف إضراب الأسرة معنا من غزة الناطق العالمي باسم الجمعية وعد للأسرة والمحررين إيهاب بداير أهلا ومرحبا بك سيد إيهاب إذن الحركة الأسيرة قالت أن مرحلة ما بعد نقل الأسرة القياديين ليست كما قبلها فهل تنجح هذه الخطوة في إفشال التحرك والإضراب أو بركان الذي يفجره الأسرة اليوم أم أنها على العكس تزيدهم عزيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية التحية موصولة كل التحية لأبطالنا الأسرة أربعة ألاف ثمانمائة أثير موزعين على ثلاثة وعشرين فجن ومتقل ومركز توقيف هناك على أراضينا المحتلة عام الثمانية والعربعين والذين يقوضون اليوم هذه الحرب الشرسة ضد إدارة مصلحة السجون بصدورهم العارية فلذلك التحية لهم وكذلك التحية لجموع شعبنا التي انتفضت مساء أمس ولبت نداء الحركة الأسيرة وتشابكت مع الخطوة الأولى لمعركة الحرية والشهادة اليوم في أول خطواته التنكيرية بحق سيد إيهاب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد إيهاب بدير الناطق العالمي باسم جمعية واعد للأسرة والمحررين شكرا له حتى الآن على أمل أن يعود معنا بدورها أكدت مجموعة عرين الوسود في بيان لها استعدادها الكامل للدخول في معارك أكبر مع الاحتلال الإسرائيلي دعما للأسرة البيان أكد اتخاذ القرار بتوسيع المواجهة نصرة للأسرة الفلسطينيين في السجون في هذه الأوقات العصيبة وشدد البيان على الاستمرار في المقاومة مهما كان الثمن ولن ينعم الاحتلال بالأمن هذا وتصد التعارير الوسود لاقتحام قوات الاحتلال في منطقة المخفية غرب مدينة نابلوس واشتبكت معها بزخات من الرصاص والعبوات المحلية الصنع ودهمت قوات الاحتلال منزلا في حي المخفية ومخيمة عسكر القديم شرق المدينة فيما جرى تفعيل صفارات الأنذار في البلدة القديمة كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيمة عقبت جبر في أريحة حيث تصدى لها مقاومون وذلك على وقع دعوات المساجد في المخيم إلى تصدي لقوات الاحتلال إلى سوريا حيث نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اتداءا جويا على مطار حلب الدولي وهو الثاني خلال الشهر مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية أعلن أن الاعتداء نفذ بصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية وأشار إلى أن الاستدافة أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار يذكر أن الصواريخ الاحتلال أخرجت المطار من الخدمة في السادس من الشهر الحالي وأعيد تشغيله قبل نحو عشرات أيها ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميدين رضا الباشا رضا بداية مدى في تفاصيل هذا الاعتداء وكما ذكرت في رسالة سابقة صباحا الصواريخ سقطت في محيط المطار ولكن ما حجم الأضرار حيث سقطت الصواريخ نعم فعلا الصواريخ سقطت في محيط مطار حلب الدولي في أحد المستوضعات القديمة أو مستوضع قديم في محيط مطار حلب الدولي سقطت فيه صاروخان إضافة إلى مستوضع أخر أو يقع إلى الجهة الشرقية للمطار طبعا حجم الصواريخ التي أطلقت أو التي نفذ فيها العدوان ربما هي التي أدت إلى الأضرار التي لاحقت في مطار حلب الدولي لأن الصواريخ فعاليا ما شعرنا به نحن نقوم في مدينة حلب بأنها صواريخ كبيرة ليست كالصواريخ المعتادة التي تستخدم في الاعتداءات السابقة وهذا الأمر الذي أدى إلى الحق بعد الأضرار المادية في محيط مطار حلب الدولي الذي أدى إلى خروج المطار أو أجزاء من المطار عن الخدمة بطبيعة الحال إلى الآن حسب البيان العسكري وحسب ما وصلنا بأن الأضرار اقتصرت فقط على الماديات لا يوجد خسائر بشرية إضافة إلى أن الأضرار اقتصرت على محيط مطار حلب الدولي بشكل رئيسي حين أن الأضرار الجرسية لاحقت في مطار حلب الدولي فقط طيب رضا العدوان الإسرائيلي يستدف مطار حلب كما ذكرت للمرة الثانية بعد الزلزال ما طبيعة الحركة التي تسجل في المطار خلال هذه الفترة؟ لا هي المرة الثالثة بعد الزلزال الزلزال الأولى كانت تقريبا في العشر من شباط أو عفوا العشرين من شباط فبراير الماضي المرة الثانية كانت قبل عشر أيام من الآن وهذه هي المرة الثالثة التي يستدف فيها مطار حلب الدولي ومخيط مطار حلب الدولي بطبيعة الحال حركة المطار هي طائرات مدنية من عواصم مختلفة من الجزائر أبو ظبي دبي الشارقة الكويت وغيرها وبالعادة تكون هي طائرة أو شركة اجتحت الشام الخاصة هي التي تنبذ هذه الرحلات نقل بركاب مدني من هذه البلدان إلى سوريا إضافة إلى طائرات اليارفان في أرمينيا إضافة إلى ذلك هناك طائرات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى حلب من دول مختلفة منها الإمارات والجزائر وغيرها من الدول التي ترسي مساعدة الإنسانية إلى مطار حلب وإلى مدينة حلب بشكل مباشر هذه هي المرة الأولى طبعا التي لم يخرج فيها المطار بشكل كامل عن الخدمة نحن نتحدث عن خروج مطار حلب الدولي هي نتيجة أضرار جزئية ومن المتوقع أن يعود المطار للعمل خلال 24 ساعة القادمة لكي يستقبل الطائرات مجددا لأنه كما أشرنا الأضرار هي أضرار جزئية جدا في المطار كل شكر لك مراثل المدينة رضا الباشر كنت معنا من حلب والآن مشاهدين إلى آخر تطورات صراع الروسي الأطلسي أعلن حكم مدينة سيفاستوبول ميخايل رازفوجيف أن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدى لهجوم بطائرات مسيرة وأسقط ثلاثة مسيرات حاولت اختراق خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخايل قال أن المسيرات الثلاث حاولت اختراق الخليج حيث أطلق البحارة النار عليها من الأسلحة الصغيرة كما تصدت منظومات الدفاع الجوي لهذه الأهداف من دون أن تصاب سفن الأسطول بأي عادة غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام عقد خلالها قمة مع نظيرها الروسي بلاديمير بوتين توجد باتفاق على تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين ورفق شي جينبينغ إلى مطار فونو كوفو نعب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشازين سينكو موسيقى وكان الرئيسان الروسي والصيني قد وقع آلانا مشتركا أكد فيه دخول العلاقات التنائية حقبة جديدة وهاجم الرئيسان الغرب بشدة وتهمى الولايات المتحدة بتقويد الأمن العالمي للحفاظ على أفضليتها العسكرية فيما أعرب عن قلقهما من الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي في آسيا وقد أشار بوتين إلى أن الصين وروسيا تتفقان ضد أي تكتلات تقف ضد مصالح الدول الأخرى وأكد أن بكين وموسكو تعملان لعالم متعدد الأقطاب نعتقد أن العديد من البنود الواردة في خطة السلام التي طرحتها الصين تتماشى مع النهج الروسي ويمكن احتسابها أساسا لتسوية سلمية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لها لم نرى حتى الآن مثل هذا الاستعداد من جانبهم الرئيس الصيني أكد من جهته أن اقتراح بلاده للسلام في أوكرانيا يسترشد دائما بمبادئ الأمم المتحدة فقال أن بكين تسعى لتسوية سلمية وهي دائما مع السلام والحوار فيما يتعلق بمسألة الأزمة الأوكرانية التزمت الصين دائما بمواثيق الأمم المتحدة ومبادئها والتزمت بموقف موضوعي ونزيه وعملت بنشاط على تعزيز السلام والمفاوضات لقد وقفنا دائما بثبات إلى جانب السلام والحوار وإلى الجانب الصحيح من التاريخ إلى ذلك هدد الرئيس الروسي بالرد في حال زودت لندن أوكرانيا ذا خائر تحوي اليورانيوم المستنفد وكان وزير الخارجية الروسي سرقيل آفرف قد اتهم بريطانيا ومعها الغرب بانتهاك القانون الإنساني الدولي لقد اعتبروا أنفسهم مهيمنين لفترة طويلة ويريدون الحفاظ على هذه هيمنة بكل الوسائل فهم مستعدون للمجازفة والانتهاك القانون الدولي والإنساني كما كانت الحال في يوغوسلافيا عام تسعة وتسعين في غضون ذلك وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خطط بريطانيا لتزويد كيف بقضائف اليورانيوم المنظب بأنه تصرف استفزازي ومتهور وغير مسؤول زخاروفا في حديث إذاعية تبرت أن نية بريطانيا تزويد كيف بهذه الذخائر تؤكد نية الغرب المعلنة بتدمير أوكرانيا بشكل إهائي ورأت أن ذلك سيطعب أوكرانيا إلى جولة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة لأطاء بعض مختلف نوعية من جهده حضر نيب وزير الخارجية الروسي سيرجير ريابكوف الولايات المتحدة من اختبار صبرها مؤكدا أن روسيا ستضمن أمنها بكل الوسائل المتاحة ريابكوف قال إن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا ودعى واشنطن إلى عدم اتباع مسار التصعيد بعد دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيسة جو بايدن إلى تزويد كيف بذخائر عنقودية في المقابل قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة لا تقدم لأوكرانيا قذائف تحتوي على اليورانيوم المنظب كلام رايدر جاء جوابا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تخطط أيضا لتزويد كيف بهذه الأسلحة على غير أريم أعلنت بريطانيا على لسان وزيرة الدفاع البريطانية وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت أن بلادها ستزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنظب مسؤولة في الدفاع البريطانية قالت إن مثل هذه الذخائر فعالة في هزيمة الدبابات والمدرعات الحديثة وذلك رغم التحذيرات من أن ذخائر اليورانيوم المنظب قد تتسبب بالسرطان وبالعيوب الخلقية إلى ذلك في هذه الأثناء فدت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تعهد على هامشي زيارة كييف بتقديم 500 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا منها 30 مليون للمعدات العسكرية وعلن زيلينسكي من جهته أنه سيشارك عبر اتصال بالفيديو في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها اليابان بعد شهرين أنا ممتن لليابان لكونها جزءا من الأغلبية العالمية باستعدادها للتعاون معنا بشان تنفيذ نقاط معادلة السلام الأوكرانية معادلة السلام التي قدمتها في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا في الخريف الماضي هي الخطة الواقعية الوحيدة لوقف العدوان الروسي واستعادة ميثاق الأمم المتحدة الكامل واستعادة الأمن الكامل لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره أشكر اليابان على دعمها لصيغة السلام في هذه الأثناء أعلن صندوق النقد الدولية توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن خطة مساعدة بقيمة 15 مليار و600 مليون دولار وجاء في بيانا للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح دعم الانتحاج الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق يعادة الأعمار في مرحلة ما بعد الحرب ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تتواصل التظاهرات في ضواحل عاصمة الفرنسية باريس حيث تستخدم الشرطة العنف المفرد مع المتظاهرين ضد تعديل نظام التقاعد وشنت الشرطة اعتقالات بحق المتظاهرين وأطلقت الغازة المسيلة للدموع ضد المحتجين هذا وانتلعت حرائق في صندوق القمامة حيث تجمع ألف المتظاهرين في باريس وألقوا الألعاب النارية على عناصر الشرطة الذين ردوا بقمع التظاهرات الشرطة الفرنسية لم ترحم الصحفيين وعتدت على العديد منهم خلال تغطيتهم الاحتجاجات ومنعتهم من تادية واجبهم خلافا للقانون ولحقوقهم المقدسة بحرية العمل والتحرك ما استمعنا إليه هو استغاثة صحفي ومحاولة يائسة لوقف هروات الشرطة فوق جسده لا أمل بالإصغاء أفراد فرقة براف البوليسية تنفذ أوامر وزارة الداخلية الصارمة بإخلاء الشوارع والسحات ومنع التجمعات الوزير وحكومته لا يريدان أن تحصي مراكز الرصد مزيدا من المحتجين حتى لا يظهر ثقل التظاهرات في الميزان السياسي في هذا المشهد حوار لا ينتهي بين صحفيين يحاولون التعريف بهويتهم أمام الشرطة من دون طائل تلاوة حقوق الصحفي ومواد القانون لا تنفع ثوران الشرطي المتعطش إلى الضرب وهو منتهى إليه حوار عقيم يفتح جرحا عميقا بين من يفترض بهم حماية القانون ومواطنين يفقدون الأمل بسيادته ما نراه هنا من وحشية ضد الصحفيين انسحب على الطلاب والعمام في معقل الديمقراطية المزعومة فرنسا ضرب مبرح من دون رحمة يتبعه تدخل بلا رحمة ضد أحد الشبان وعدم اكتراث لمصيره عنف بلا حدود يترك أثاره على جيل الشباب ويحفر عميقا في ذاكرتهم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في فرنسا تأتي في وقت يخاطب فيه الرئيس الفرنسي اليوم مواطني في كلمة متلفزة ويأتي ذلك مع استمرار السجال في الجمعيات الوطنية ومطالبات متواصلة لنواب من أقصى اليمين واليسار لرئيسة الوزراء إليزابت بورن بسحب قانون رفع سن التقاعد هذا السجال يأتي بعدما نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان فيما لا يزال مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي قره الرئيس الفرنسي مانويل مكرون من دون موافقة المشرعين يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانون النافذة النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب تزامنا مع أنباء عن استعدادات لاعتقاله من جديد أهلا بكم تنظم في وسط بيروت تظاهرة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية بدعوة من العسكريين المتقاعدين بعد أن فقدت الرواتب قيمتها الشرائية مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرات اللبنانية للمزيد انضم إلينا من بيروت مراسل الميدين عباس صباغ أهلا بك عباس إذن ماذا في طبيعة هذا التحرك ما هي أهم المطالب وماذا عن حجم المشارك المتوقعة ومتى تبدأ هذه التظاهرة فعليا هل بدأت نعم ألا تحية لك ولمشاهدين الميدين بطبيعة الحال نحن هنا في وسط بيروت قبلة السراية الحكومية هذه التظاهرة التي دعا إليها العسكريون المتقاعدون بدأت منذ قليل طبعا هناك العديد من العسكريين الذين لم يصموا بعد إلى هذه المنطقة هذه التظاهرة تأتي احتجاجا على تقلص القيمة الشرائية للرواتب العسكريين المتقاعدين بفعل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي بطبيعة الحال هناك إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمن الداخلي ورفعة الأسلاك الشائكة على كل المداخل المؤدية إلى السراية الحكومية وإلى البرلمان اللبناني هذه التظاهرة تبدأ الساعة الحادية عشر مع فعاليات ستكون متعددة هنا في هذه الساحة فقط معي أحد العمداء المتقاعدين ليوجز لنا باختصار أهم مطالب العسكريين ومعروفة عادة تظاهرات العسكريين تكون حاجدة لو سمحت يوجز لي مطالبكم وباختصار بصورة مرحلية عم ميل انطالب بتثبيت القدرة الشرائية لرواتبنا على سعر صرف الدولار اللي كان وقت اللي أقرت الزودي على ثلاث رواتب على ثمانة وعشرين وخمسمية بالإضافة لتأمين طبابي لكافة العناصر مية بالمية خاصة قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بالإضافة لتأمين المساعدات المدرسية مثل العناصر بالخدمة الفعلية والهدف الأبعد هو الحث الحكومي والمجلس النيابي على القيام بخطة تعافي اقتصادي لنخلص من الوضع المزري اللي نحن فيه شكرا لك العميد عبد السلام سامحات بطبيعة الحال هذا المطلب هو مطلب ليس فقط العسكريين المتقاعدين لا هو مطلب كل الموظفي القطاع العام في لبنان لأن هناك استمرار ارتفاع في سعر صرف الدولار رغم الزيادات التي تقر وبالتالي تتآكل هذه الزيادة ويبقى الوضع يشبه الحلقة المفرغة نعم كل الشكر لك مراسل المدينة عباس الصباح كنت معنا من وسط بيروت قطاع الاتصالات في لبنان واحد من القطاعات التي تعاني من جراء الأزمة الاقتصادية وتهديد بالاضراب المفتوح هي الوحوف الأفق في حال لم تحول وزارة المال المبالغ المخصصة للهيئة لدفع رواتب الموظفين حسان الرفاعي قطاع الاتصالات في لبنان دخل مرحلة الخطر من جراء لزمة الاقتصادية فبعد أن أعلن موظفو هيئة أجير الإضراب التحثيرية ثلاثة أيام في الأسبوع الاتجاه بات نحو الإضراب الشامل شهر واحد واثنين أبطني هنا من المؤسسة شهر ثلاثة بطل فيه أموال من المؤسسة وزارة المالية لم تحول أموال الرواتب ما فيه راتب آخر الشهر كيف الموظف يكمل بالوقت بعد دفعها مرتبات الأشهر المنصر ما لم يتبقى في صندوق الهيئة سوى 143 مليار ليرة فيما تحتاج إلى 2266 مليار ليرة لدفع المرتبات وإجراء الصيانة فيما لا تزال الأموال التي أقرها مجلس الوزراء للهيئة لم تحول بعد في أنها ثلاثة أرارات أساسية اتخذوا بمجلس الوزراء بعد ما تنفذوا هل هذه الأرارات موجودة بوزارة المالية بطبيعة الحال الموضوع أنه عم ناخد الأرارات بدنا حدا يساعدنا ينفذها الأرارات لنصل لها نتيجة هيئة أجارو تمثل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات في لبنان بما فيها القطاع الخلوي والإنترنت وأي اهتزاز لها ينعكس على قطاع الاتصالات والقطاعين العام والخاص وتاليا على الحياة العامة أي اهتزاز لأجارو رح يضرب أول شيء تدعيات اقتصادية خطرة على القطاع الخاص اليوم تعتبر أجارو هي البنى التحتية الأساسية لأله بالاقتصاد ومشكلة أكبر على القطاع العام الدولي رح تفرض أهم إيرادات لأله في ظل الإضرابات الموجودة بكل إدارته من المقرر عقد اجتماع صباح الأربعاء في السراي الحكومي لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة فيما تشير معلومات الميادين إلى اتجاه مدير أجارو العام إلى تقديم استقالته ما لم تحل الأزمة قطاع الاتصالات إلى الواجهة مجددا إما تحويل الأموال لدفع المرتبات أو إضراب مفتوح وضرب لهذا القطاع حسان الرفاعي بيروت الميادين رأى المرشد الإيراني سيد علي خامنائي أن تقدم العلاقات بين إيران ودول المنطقة أحبط مخططات الدول الغربية لفرض عزلة على طهران وأكد في كلمة له لمناسبة عيد النروز أن الأمريكيين حائرون هل يترقون المنطقة أم يواصلون البقاء فيها وأشار إلى أن كره الشعوب لهم سيزداد يوما بعد آخر الأمريكيون حائرون ما إذا كانوا يتركون المنطقة أو يواصلون المقاء فيها يعلمون أنهم إذا بقوا فيها فأن كره الشعوب تجاههم سيزداد سيفقدون ما استولوا عليه الأمريكيون دخلوا أفغانستان بالقوة وبقوا فيها لعشرين عاما ولم يخلفوا سوى حقد الشعب الأفغاني تجاههم قبل أن ينسحبوا منها لديهم مطامع في سوريا وفي العراق أيضا وفي كل أرجاء المنطقة نحبض الله أن أعداءنا بات ضعفاء أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي عبدالله بن زايد آل مهيان أن المباحثات البناءة الأخيرة بين البلدين هيئت الأرضية لتعزيزها ونموها بن زايد لفت إلى أن تحول في العلاقة بين إيران والسعودية تطور إيجابي يصب في مصلحة المنطقة وأمل وصول العلاقة بين الإمارات وسوريا إلى المستوى المطلوب دعما للاستقرار والأمن في المنطقة وفي اتصال مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح أكد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات مع السعودية تمضي في اتجاه طبيعي ولفت عبداللهيان في الاتصال الهاتفي مع الصباح إلى وجود اتفاقات بناءة إقليميا وأن بلاده ترحب بالاتفاق بين السعودية وسوريا لتطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات من جهته رحب الصباح بالاتفاق الإيراني السعودي واعتبره مصدر خير لدول المنطقة في سوريا استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي على رأس وفد سياسي الرئيس الأسد ستكون لمصلحة البلدين مشددا على ضرورة أن توطد دول المنطقة العلاقات فيما بينها للحماية من أي سياسات عدوانية من جانبه أكد خرازي وجوبة أن يكون لدى دول المنطقة رؤية واضحة تضمن حماية مصالحها ما يستدعي التشبيك بينها على مختلف الصعود وفي الأردن أكد وزير الخارجية أيمن الصفض ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وفي مؤتمر صحفي عقب لقاءه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جريفث لفت الصفض إلى التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين والدول المستضيفة مشيرا إلى بعض التحديات التي يواجهها الأردن في هذا الإطار حريقة مزعومة لإسرائيل تضمن اللقاء جاء في إطار الجهود الأردنية المستمرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية استنادا إلى المبادرة الأردنية التي تنطلق من دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية هناك تنصير كامل مع الممتحدة أشار الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانال إلى أن الجولة التي أجرها في العالم العربي العام الماضي أتحت له تكوين علاقات قوية مع بعض الدول العربية وفي الحلقة الثالثة من مقابلته مع الميادين أكد دياس كانال أن العلاقة الأبرز كانت مع الجزائر التي تربطها علاقة وثيقة بقادة الثورة الكوبية كانت تلك الجولة بالنسبة إلينا مؤاتية وضرورية لأنها سمحت لنا من بين أمور أخرى باستعادة العلاقة المباشرة مع مجموعة من البلدان التي لم نتمكن بسبب سنوات الجائحة من تعزيز هذه الروابط بحيث كانت العلاقة افتراضية تقريبا وكان من المهم جدا أن أزور الجزائر فأنا أنتمي إلى جيل نشأ وترعرع وهو يسمع عن الثورة الجزائرية وعن العلاقة الوثيقة القائمة بين الثورة الجزائرية وقادتها والثورة الكوبية منذ وقت طويل وعن زيارات فدال للجزائر وعلاقته بالقادة الجزائريين ولم تكن قد أتيحت لنا الفرصة لزيارة هذا البلد الشقيق قبل هذا الوقت الرئيس الكوبية كدالي الميادين دعمه الكاملة للقضية الفلسطينية وشعب الفلسطيني في وجه الظلم والعنف الذين يتعرض لهما مشددا على حقيقية من دولة الفلسطينية بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لقد كانت فلسطين بالنسبة إلينا القضية التي ندافع عنها في جميع الأوقات وقد دفعنا دائما عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة ضد الظلم الذي يمارس بحقه وبسبب الطريقة التي حرم بها شعبا أرضه وغيرها من الممارسات الإجرامية والكثير من العنف بهدف تضييع حقوق الشعب الفلسطيني نحن ندافع عن حق قيام الدولة الفلسطينية بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعن الحق في الحصول على كل الضمانات لعودة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في أجزاء أخرى من العالم الرئيس الكوبية كدى دعمه لجميع الحركات التحررية في العالم التي تدافع عن استقلال شعوب وسيادتها مشيرا إلى دور حزب الله وقادته في الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه استقبلت القادة الفلسطينيين الحاليين وأجرينا محادثات وحوارا في سياق علاقة متجذرة وهذا هو شعورنا تجاه كل الحركات التحررية التي تدافع عن استقلال الشعوب وسيادتها وحقها في تقرير مصيرها وبشكل خاص جدا تجاه حزب الله في لبنان الذي دافع مع قادته عن قضية الاستقلال وقضية تقرير المصير وقضية سيادة الشعب اللبناني تزامنا مع أنباء عن احتمال توقيفه تجمع مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاعتراض على هذا التوقيف الذي كان من المفترض أن يحدث مساء ثلاثاء في المقابل ووسط إجراءات أمنية لشرطة نيويورك تجمع ناشطون أمام محكمة منهات الجنائية في المدينة مطالبين بالقاء القبض على ترامب واتهمه بأنه كان يدير مشروعا إجراميا منذ عقود وحان الوقت ليمثل أمام القانون إشارة إلى أنه إذا اعتقل ترامب أو حتى وجهت له اتهامات فسيشكل الأمر سابقة لرئيس سابقا في الولايات المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للمياه حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من أن الاستهلاك المفرط للمياه وتغير المناخي جعل نقص المياه مستوطنا في جميع أنحاء العالم ما أدى إلى خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية التقرير يكشف أن نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الصالحة وأشار إلى أن أكثر من ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات صرف صحي موطوق بها الأمم العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش أضر من أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب وتلوث تؤدي إلى استنزاة شريان حياة البشرية المتمثل بالمياه وختام النشرة من إيران التي تحتفل ببدء العام الهجري الشمسي الجديد وعيد النروز أجواء الاحتفالات في هذا التقرير لأحمد البحران هكذا أصبحت شوارع طهران وساحاتها احتفالا بالعام الإيراني الجديد تصاميم مضيئة تنبض بألوان الحياة من عشرات الفنانين من شمال العاصمة إلى جنوبها هي مشاهد للتعبير عن التفاؤل بالمستقبل حولت المدينة إلى لوحات فنية وهنا في محيط بحيرة تشيتغار غرب طهران الصورة أبلغ تعبير عن حجم الاحتفالات الاحتفالات هذا العام مميزة حقا فنحن قضينا عاما متعبا وكنا بحاجة لها ليس بوسعي سوى أن أتمنى النجاح لبلد إيران في هذه المناسبة السعيدة شيب وشباب الجميع هنا يطرب لسماع أنغام الموسيقى في لحظات حلول السنة الجديدة وكل يعبر عن أحلامه وأمانه ودعوته أهم ما أدعو به هو صحة وسلامة لأبناء بلدي وتألقوا أينما كانوا كان عاما مليئا بالأحداث الساخنة لذا أرجو أن يكون العام القادم هادئا ومستقرا هكذا برخصات الضوء والماء والعروض الموسيقية يستقبل الإيرانيون عيد النوروز احتفالات بانتهاء سنة صعبة على أمل أن يفتح العام الجديد أبواب الخير والفرح والتقدم وعلى الصعود كافة أحمد البحراني طهران الميادين وصلنا إلى ختم النشرة للمزيد من الأخبار وتقارير تفضل بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية شكرا لطيب المتابعة بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة